نار وغضب وبكاء مشهد سودوي استفق عليه مواطن حي قصارلي بالقلعة وإرهاب الطرقات في كل مرة السبب مناورة غير محسوبة قام بها سائق حافلة مسافرين على الطريق الولائي رقم تسعة وستين ليجد نفسه قبالة مجموعة تلاميذ كانت وجهتهم إكمالية الإخوة معمري والحصيلة ثلاثة قتلى وعدد من المصابين الساعة الثامنة والربعة هكذا تلقينا لأسف يعني لكور تعتلت أطفال يعني تابع لحادث مرور لحقوه هنا لمصلحة الاستجالة لحقوه متوفين وفي نفس الوقت تلقينا ربعة مجروحين الكار حبس ديجار الترانسفور حبس واسمه العساسي هذاك حبس الكارت الجامعة أصدقاء الضحايا يحكون آخر اللحظات التي سبقت الحادث الأولياء والقاطنون بالحي حملوا المسؤولية للسائق أولاً وللسلطات المحلية الغائبة عن تنمية الحي ثانياً سكرنا طريق على الجيل عدنا ثلاثة مولادنا ضربتهم كار موتا وزوجنا من كومة هكذا وهذا السبب قاع الإفراط في السرعة كانوا هنا ورحلوا ولم تبقى سوى محافظهم المرمية على قارعة الطريق وأمام غياب ممر للراجلين ونقل مدرسي يتساءل الأولياء بأي ذنب قتل أولادنا